إلى الوضع في الجوارة ليبيا حيث شنت قائرة حربية تابعة للمجموعات فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلو صغارة جوية على مواقع لم يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لما تعرف أقول بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سيرت بعد شبكات دامية بين الطرفين وفق ما أفاد به مسؤولون وشهود واستهدفت عفوا قوات فجر ليبيا مجمع قاعة وغادوغو وسط المدينة الذي يتخذه تنظيم مقرا للقيادة والسيطرة